بهدف تنشيط حركة البيع والتصدير افتتح المعرض الدولي لصناعة الأهذية في غاز عنتاب عشرات المصنعين شاركوا بمنتجاتهم لعرض أحدثها وأكثرها جودة بغيت تفعيل حركة البيع والشراء بعد عام من الجمود بسبب قيود كورونا عشنا ظروفا صعبة في 2020 لكننا اليوم نعتقد أن المعرض جميل والوضع أفضل واستطعنا الحصول على طلبات شراء داخل تركيا وخارجها مثل العراق وليبيا متفائلون بعام 2021 رغم الوباء الذي منع الزبائن من القدوم لكننا نعمل من خلال الهاتف والإنترنت أي ليس لدينا مشكلات لم تغيب المشاركة السورية عن المعرض فقد شارك كثير من المصنعين السوريين من خلال عرض بضائعهم المختلفة نسوي تصميمات لحتى نجيبهم من راعي هذين طبعا الشغلات كلها نحن نسويهم بسوريا بالراعي الغاية من هذه المعرض أنه نوصل بين التاجر والصناع أنه نجيب شغلات نعرضهم بتركيا بيعون لدولات تانية أنه مثل عراق وليبيا وهذه الشغلات العربية دولات العربية وإن شاء الله بإذن الله المعرض تتحسن أكثر من قبل هذه كانت 30% للفائدة وإن شاء الله هالمرة بيع من المئة للفائدة نشاط مستمر للصناعي السوري يحاول من خلاله إثبات علامته التجارية في السوق التركية وتجاوز ما تركته قيود كورونا من أثر سلبي في السوق المشاركة كانت بالنسبة للسوريين بشكل ممتاز دائما بعنتها بكل سنة بكون المشاركة السورية كويسة تقريبا نص المعرض كان للمعامل السوريين وشركات سورية تأثرنا هذه السنة بشكل كبير وهذه السنة كمان إن شاء الله هلأ شوي شوي عم نخلص من هذا الشيء والزباين بلا شيء يصير فيه قبال لتركيا والأمور إن شاء الله شوي شوي على أحسن يعمل المعرض على تعزيز هذا القطاع صناعيا وتجاريا عبر ترويج المنتج المحلي دوليا كل عام بمشاركتين سورية اختتم معرض الأهذية الدولي في غازي عنتاب أيامه الثلاث المعرض الذي لاقى استحسانا من قبل المصنعين الذين يأملون أن يعوض لهم ما كانوا قد خسروا خلال العام الماضي بسبب قيود كورونا والعادل تلفزيون سوريا مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا اشتركوا في القناة